في تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالهزين لرئيسة مجلس النواب عمق العلاقات البحرينية السعودية العريقة وما تشهده من روابط أخوية رفيعة بين القيادتين والشعبين الشقيقين معربة عن بلغ التقدير والاعتزاز الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية أرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى عموم الشعب السعودي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والذكرى الحادية والتسعين لتأسيس الدولة السعودية على يد المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله إذ هذا اليوم يمثل مناسبة عزيزة في قلوبنا لها خصوصيتها عند الدول والشعوب الخليجية والعربية وهنا أشيد بعمق أواصر المحبة والأخوة التاريخية والعلاقات المتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حيث تشهد مستوى متنامن من التقدم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه حتى بتنا نقف على نموذج استثنائيا للتلاحم والتعاضد ووحدة المصير المشترك وإن إيماننا في المملكة العربية السعودية كصمام أمان واستقرار في المنطقة ومركز العمق الاستراتيجي وثقل عالمي مؤثر يزداد رسوخا يوما بعد يوم نظرا لدورها الرفيع في مناصرة القضايا الإنسانية ودعم ورعاية مصالح الأمتين العربية والإسلامية وليس تسع الكلمات الحديثة عن ملامح العلاقة الفريدة على مستوى المنطقة والعالم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا إلا أن نقول بأن الدولتين الشقيقتين تجتمعان في روح واحدة ووطن واحد وتستضلان بتاريخ متأصل لعلاقة تمتد لما يزيد عن قرنين من الزمن تتسم بالرؤية الواحدة وتجسد أرقى صور التعاون والتنسيق والتضامن ومن ذلك فإن أعياد السعودية أعياد للبحرين وجميع مناسبات السعودية لها مكانتها الثابتة في نفوس البحرينيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر